بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأخير من أبواب إعراب الأسماء الدرس الثالث في الوحدة الخامسة الأسماء المجرورة الأسماء المجرورة هي الأقل في اللغة العربية وهي ثلاثة أنواع النوع الأول الاسم المجرور بحرف الجر وحروف الجر تتعدد منها في واللام والكاف وإلى وعن وعلى وغيرها هذه عندما تدخل على الاسم في أوله فإن الاسم يأتي مجرور بحرف الجر وعلامة الجر الأصلية هي الكسرة الطالب في المدرسة كلمة المدرسة هنا اسم مجرور وعلامة الجر الكسرة وعلامة الجر الكسرة أيضا النوع الثاني وهو باب كبير من أبواب النحو المجرور بالإضافة المجرور بالإضافة الإضافة أن يأتي على سبيل المثال اسم نكرة ويأتي بعد اسم معرفة هذا هي الصورة أشهر فيه وتأتي له أكثر من صورة لكن يأتي اسم نكرة ثم يأتي اسم معرفة فيتحدان ببعضها فيكونان كالكلمة الواحدة كالكلمة الواحدة أقول هذا كتاب سعد كتاب اسم نكرة وجاءت سعد اسم معرفة سعد هنا مجرور اسم مجرور بالإضافة وعلامة جره الكسرة وعلامة جره الكسرة طبعا هذا مبتدأ وكتاب خبر وهو مضاف وسعد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة أيضا المجرور بالتبعية أو التابع لمجرور كما مر معنا نقول التابع كما مر معنا في الرفع والنصب التابع لمجرور وأذكر بأنواع التوابع الأربعة في اللغة النعت والعطف والتوكيد والبدل النعت مثل مررت بشيخ الباء حرف جر وشيخ اسم مجرور بالباء هي التي جرته وعلامة الجر الكسرة طيب هارم ما موقع العرابي هي صفة للشيخ صفة الشيخ أنه هارم ولأن الشيخ جاءت مجرورة فإن هارم التي صفتها تأتي أيضا مجرورة إذن نقول صفة مجرورة وعلامة جرها طبعا كما هو واضح الكسرة أيضا هذه سيارة اسم نكرة محمد هنا جاءني مبتدى وخبر وهو مضاف ومحمد مضاف إليه مجرور من النوع الثاني الوا هنا حرف عطف عطفت محمد على علي فأقول محمد وعلي إذن علي نقول معطوف على محمد على محمد مجرور مثله معطوف على محمد مجرور مثله النوع الثالث من نوع التوابع قالوا التوكيد التوكيد هذه حقوق الناس الناس إعرابها إيش إعرابها مضاف إليه مجر وعلى مجرها الكسرة لاحظوا معي حقوق نكرة والناس جاءت معرفة طيب كلهم لماذا جاءت كلهم لأن كل هي الاسم هذا يعتبر توكيد للناس ولأن الناس مجرور فإنها لابد أن تأتيها أيضا مجرورة وعلى مجرها الكسرة نقول هذا توكيد توكيد مجرور وعلى مجره طبعا الكسرة لأنها توكيد لإسم المجرور أقول أعجبت بحرف جر الملك عبد الله لاحظ معي هنا أعجبت أنا فعل وفاعل والباء حرف جر والملك هذا اسم مجرور بالباء وعلى ما تجره الكسرة عبد الله هو الملك والملك هو عبد الله إذن هذا ينشميه بدل كما مر معناء البدل يمكن أن ينوب عن المبدل منه لاحظ معي عبد الله مكونة من كلمتين لأنها عبارة عن علم مركب تركيب إضافي فعبدها إعراب ولفظ الجلالة مضاف إليه دائما مجرور إذن عبد هنا بدل بدل من ماذا بدل من الملك لأن الملك أيضا مجرور بالكسرة فإن عبد لا بد أن تأتي أيضا مجرورة بالكسرة لاحظ معي الملاحظة التي نقولها دائما أن الجر الجر حالة الجر حالة يعبر عنها أكثر من حركة الكسرة هي الحركة الأصلية للجر التي تعبر عن الجر وقد يعبر عنه بعلامات فرعية أخرى ننتهي عند هذا الحد من باب إعراب الأسماء ونبدأ في باب جديد يتعلق بإعراب الأفعال